خبز عربي بالخميرة الطبيعية خبز كتير طيب وخفيف من كتاب مبادئ الخبز الحرفي الكتاب الجديد اللي انا علفته اول شي بدنا نحضر الخميرة الجامدة عندي بادئة طبعا المكونة تلاقوها بصندوق الوصف للبادئة الناضجة بضيف ماء بحرك للدوب بعدين بضيف لقلة الدقيق وبحرك لتتكون عجينة بستخدم سباتيولا او بيدي وبكون العجينة بدون ماء عجينها بحطها بقلب علبة او بقلب وعاء يكون graduated او مرقم حتى تابع شوفوا كيف هي نسلتر تقريبا حتى تابع الارتفاع طبعا مفروض تضاعف على الاقل بتركها بغطيها طبعا بتركها ليلي كاملة 8 الى 9 ساعات ثاني يوم الصبح بتكون انتفخيت منضيف للحلي ماء بشوفوا الخميرة كيف ضاعفيت وصلت لفوق فوق شوفوا اثار التخمر عليها نضيف نضيف الدقيق للماء نضيف الدبس انا بستخدم دبس العنب ممكن نضيفه دبس التمر ممكن نضيفه سكر اسمر وهون الزيت زيت النباتة والملح انا بستخدم ملح الوردي بعدين نضيف الخميرة الطبيعية بخلط لمدة تقريبا اربع الى خمس دقائق بسرعة اولى وبعدين بسرعتين الى مدة خمس دقائق حديث ما يصير قوام العجين هيك متل ما شايفين الآن شوية العجينة لاصقة لانه البادئة كانت شوية حمضية لكن يعني بده تكون تقريبا بهدا القوام باخدها بشيل العجينة بلفها وبحطها بقلب ويعاء مدهوم بالزيت تركها تتخمر لمدة ساعتين ونصف بعد مرور ساعة بعمل لها مد وطي هنا انا عبر الشد طحين بعمل لها مد بهالشكل هيدا مد وطي بين ايدي حديث مرة يعني كأنها ترجع وكورها مرة تانية بستخدم اسباتيولا لأعطيها الشكل النهائي بعدين بغطيها وبتركها ساعة ونصف اضافية بعدين بقطع العجين لقطع 150 جرام وبكورهن وبمدهن بالشكل بتركهن نصف ساعة بعدين بياخد كل قطعه منهن وببلش مده بالشوبك او على ايدي انا هو انا بستخدم الفرادي او الشوبك طبعا ما بدنا نمده كتير لانه هيدا الخبز لازم ينتفخ لازم يكون عنده سمك معين تقريبا نصف سنتي او ربع سنتي بالاحرى بالشكل ممكن ناخد العجينة ونفتحها بين ايدينا هيك وبعدين نستخدم الفرادي او الشوبك لازم تكون هالقد حجمه نحطها انا على اماش كتان او ممكن على خشب نتركها 30 ثانية على مقلية حامية جدا كالعجينة بعدين اللي بقى على الميلة الثانية وعشرين ثانية اضافية بعدين منحطها على اللهب مكشوف طبعا انا هانا بستخدم نوع من الشبك اللي بيتخقي ممكن يدخله اللهب من تحت بدون ما يحرق الخبزة شوفوا كيف انتفاخها انتفاخ بشكل مباشر بشكل مضمون جدا بهذا الشكل بدون ما تحترق كتير تركع الميلة الثانية للتحمار وهيك بصير صار الخبز جاهز وفتح الكنية وبعده سخن شوفوا ما احلى ولا اروع من هيك اطيب اطيب شطائر ممكن تعملوها فيه هذا هو الخبز العربي بالخمير الطبيعية شوفكم بفيديوهات ثانية اذا الله اراد شكرا كتير للمتابعة ومع السلامة